لأول مرة العالم العربي كله على بعضه بكل دوله في وضع من أضعف ومن أصعب المواقف الموجودة فيه سقوط عواصم عربية تحت مغبة ديمقراطية مزيفة وربيع مزيف كل ده حصل والناس مش منتبهة مرة عشر سنين من 11 لعشرين عشر سنين على نكبة العرب في 2011 النكبة أطالت تونس على مصر على سوريا على العراق على اليمن على فلسطين على كله وكل الدول دي اللي نهار فيها جيوشة ونهار فيها يعني الكثير من الثوابت راحت ولغاية دولت فيه ناس بتزايد وبتحاول أن توعيد الكرة من جديد في هذه الدول فأنا بقول في ظل هذا الزخم في ظل هذه اللخبطة مصر واقف على حيلها جيشها واقف على حيله بيحمي كل هذه المكتسبات بنغير وقع الناس أنا بس عايز المواطن المصري اللي يهمني المواطن المصري يبقى واقف على حقيقة ما يجري اللي أنا بقوله عمال اقول بالي شوية عملنا ايه يقولك عمالي طبل مثلا يعني اللي أنا بقوله كل كلمة بقولها أو كل قطاع بقولها أو كل الزواب اتكلم فيها موجودة قدام حضراتكم وانت راجع نفسك خد شوف عمالنا قد ايه في كل المجالات اللي تم شعيدها تاني هتلاقي ان احنا فعلا غيرنا من واقع مصر ومن شكل مصر أنا بقدر اشوف بعين محايدة واقدر اشوف بعين محب لهذا البلد وبقدر اشوف بعين واحد متفائل بمستقبل بلده واقدر اشوف بعين واحد شاف المرار في فترات سنوات ماضية ما كناش بنشوف فيها الا كان عندي بالمناسبة بسه وفاجأة احنا انا فرحان قوي بمعدل نموات 3.5% وكنا 5.2% فاكرين تخيلوا في 2011 و 10.9 كان معدل نموات دي 7.2% تخيل 7.2% كان تقريبا 7.2% في النتج المحلي الاجمالي ساعتها يعمل حوالي 50-60 مليار في هذا التوقيت 50-60 مليار بيتوزعوا على مين على حوالي 1% من العرض السكان اللي هم النخبة اللي فوق اللي حوالين متخس القرار اللي دخلوا البرلمان ودخلوا كذا وعملوا تشريعات والخصخصة والنصنصة والفيلم اللي انتو فاهمينه اللي بيحصل دلوقتي ان احنا مفيش عندنا اصحاب الحزوة مش موجودين القطة السمان مش موجودين ده مش موجود في مصر دلوقتي الفلوس اللي بتتلم الفلوس اللي بنجيبها من هنا ومن هنا والفلوس اللي كانت مسروقة والارض المنهوبة وعرض تسعير الاراضي والمصالحات الكلام ده كله مفيش حد يحطها في جيبه كلام ده كله بيتاخد بيتحط فيه بنية تحتية للدولة المصرية للمصريين صندوق طاحية مصر فلوسه بتروح لمين للكلام اللي انا عمل احكيه مبادرات بتاعة العيون مبادرات المرأة الكاش غيره بيخش ألف قرية من القرى الأشد فقرا بيتم إعادة تغييرها تماما انتو عارفين في حي الأصمرات أو في الأحياء سواء بشار خير وغيره 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 والألف قرية لما جوم يروحوا بنغير واقع الناس بنشيل البيوت اللي موجودة فيه العشوائيات الخطرة بنقللهم في أماكن مجهزة شواء مبنية مش الطبق أحسن حال الناس يعيني ما هو غلاب هيطلع بعافشه على قد ويروح بيه قالك لا لا يروح هناك نفرش هاله كمان واللي يروح يقعد في المكان الأماكن دي لازم يعياله في التعليم مربوط استمراره في المكان بتعليم أولاده وانا غير توقع الناس وانا لا في الأصمرات يا جماعة في ملاعب كورة وشوفنا وشوفنا وان شاء الله نعمل لكم حلقة من هناك بإذن الله يعني أنا بتكلم بفكركم بس بالحاجات اللي انتوا عارفينها بس احنا بننساها من كثرة الشائعات والحاجات اللي بتجينا من برة لتشويخ صورة رائعة من الصور اللي اتحققت في مصر خلال السنوات الماضية